بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو الطريق إلى الصراء ممكن يكون عن طريق فكرة ده اللي عمله موقع تريدرر سيد هذا الرجل أهو هو شريك لFTMO زي ما هو بيقول وعمل فيديوهات عبر القناة الخاصة به ممكن انت قضع رابط الموقع وانت تبحث بنفسك طيب الرجل ده حكايته ايه هو بيقول لك والله انت ممكن تشترك عن طريق هذا الموقع موقعه هو تريدر سيد في FTMO ويعطيك تمويل حتى 300 ألف دولار تمام طيب هو بيقول لك بقى يقول لك والله الحساب اللي هو ب50 ألف دولار في FTMO انت هتدفع فقط 165 دولار فقط لغير تمام وفي الحساب اللي هو 100 ألف انت هتدفع 260 دولار طبعا عندما تذهب الى موقع FTMO تجد الحساب 50 ألف بتدفع له 345 يورو انت بتدفع مع صاحبنا ده 165 دولار تمام والحساب المئة ألف هو هو بيقول لهو يدخلك في هذا الحساب بـ 260 دولار انت في FTMO بتدفع 540 يورو تمام طيب الكلام ده بيحصل ازاي هو بيقول لك والله انت هتدخل معنا اختبارات تمام ايه هي الاختبارات يقول لك والله هو الـ الـ اهو طبعا الخمسين ألف اعلى حاجة طبعا 15 يوم تقويمي 14 يوم تقويمي 14 يوم تقويمي تمام طيب الـ تريد مينموم 3 أيام الحد الأدنى للأيام 3 أيام الـ البروف التارجت هو عاوزك تعمل 5000 دولار في ثلاثة أيام تمام او 14 يوم لحد الأقصى والماكس لوز 5000 والماكس ديلي 2500 تمام ده اول حاجة اه تاني حاجة اه تريد مينموم يومين تمام وماكس 14 يوم ايضا البروف التارجت 2500 والماكس لوز 2500 وماكس ديلي لوز 2500 تمام ده الاختبار التاني والاختبارين دولار تقدر تعملهم اينما شئت اي عدد من المرات يعني هو بيتيح لك الاختبارين دولار تمام مجرد عملت الاختبارين دولار انت خلاص استلمت حساب في FTM بس ايه على الموقع بتاعه تمام وهو هيشتغلك على الحساب تمام وهو له حصة 10% في همت الحكاية يعني هو بيشترط ان انت علشان يمولك ويعطيك حساب في FTM ويعمل لك حساب حقيقي في FTM وانت تتابعه تمام وهو هيشتغل عليه ان انت تنجح معاه في الاختبارين دولار طب هو لو واحد نجح في الاختبارين دولار هو محتاجه يعني انت بتتكلم في حاجة غريبة جدا يعني انا لو اقدر اعمل بروفت تارجد 5000 دولار انا ايه لي دخلني معاك لكن في ناس تدخل معاه هو من 2019 شغال الراجل علشان الخصم اللي هو بيعمله هو بيعمل خصم كبير جدا غير ان هو بياخد 10% يعني هو بيشتغلك على الحساب وانت بتتابع الحساب عبر الموقع الخاص به لكن بيقول لك اقصى عدد حسابات لو عاوز تدخل معاه اقصى عدد حسابات باجمالي 300000 تمام طبعا ftmo انت معاك لغاية 400000 لا هو بيقول لك انا معايا في الموقع لغاية 300000 اقدر اشتغل معاك واحصل منك على ربح 10% بس لازم تعدي معا الاختبارات طالما ما حققتش الخسارة اللي هي الخسارة الكلية او الخسارة اليومية تقدر تعيد هذا الاختبار 1000 المرات الراجل ما عندوش اي مشكلة عيد الاختبار 1000 المرات دي بقى الميزة اللي عنده طالما ايه طالما لم تتعدى ايه الماكس ديلي لوز او الماكس لوز تمام لم تصل ال 2500 دولار خسارة او 5000 دولار خسارة تمام فانت اول ما تصل مثلا الى 2000 دولار خلاص توقف هو عندك 14 يوم هتعيد المحاولة مرة اخرى وهكذا لغاية ما تنجح معاه هيعمل لك حساب في FTMO سواء كان ب 50 000 دولار هتدفع طبعا انت هتكون دافع 165 دولار او 100 هتكون دافع انت already 260 دولار تمام ده العرض الحقيقي اللي هو عمله عرض جميل يعني الفكرة فاندينج 300 1000 دولار تمام لكن انت لو رحت ل FTMO هتاخد منهم 400 1000 دولار تمام وبيكلمك بقى بيقول لك انت ممكن تعمل 3 حسابات في 100 1000 او 6 حسابات في 50 1000 او الكلام ده كله يقول لك والله انا لو نصاب او محتال كانت FTMO عرفت الكلام ده وقفلت الموقع الخاص بي انا اعمل فيديوهات وعمال بقى يقول لك ادي الفيديوهات الخاصة بي والفيسبوك بتاعي كل الكلام ده علشان المصدقية تمام اهو تمام انا اترك اللينك الخاص بيه بحيس اللي انت تشوفه طبعا انا ببحث على الافقار الجديدة في العالم يعني الفكرة دي عجبتني بصراحة وان شاء الله ممكن نعمل حاجة مشابهة في فريق العمل يعني ان شاء الله فريق العمل اللي هو الكبير انا ببحث عن حاجة زي كده بس مش عاملها بالطريقة دي لا مش عاملها كده انا عاوز عاملها اللي هي مجموعة اكاونتات بمعنى ايه ان انت مثلا عايز تشتغل مع شركة معينة احنا نحدد خلص مفيش مشكلة وبنحصل مثلا على ربح 20% 30% على حسب التحديد اللي احنا هنكون بيه لكن هيكون في فريق عمل علشان بقى هندير مئات الحسابات تمام بس احاول اعمل افكار شبيهة بهذا الرجل يعني بس انا هعمل فكرة ان شاء الله ربنا يصر الحال مع فريق العمل انا هعمل فكرة ان هو نعمل حساب واتدفع بعد الارباح يعني انت عارف الفكرة المجنونة ان احنا هنعمل حسابات للاصدقاء واتدفع بعد الارباح يعني ندخلك التقييم وتنجح في التقييم واتدفع بعد النجاح في التقييم يعني احنا هندفع رسوم التقييم شوف بقى الثقة فدي ان شاء الله انا عاوز عملها يعني دي هتبقى جميلة جدا ان انت تقدر تنجح في التقييم لان انت كل شركة خلي بالك طب احنا بنعمل كده ليه لان كل شركة بتحدد لك عدد معين يعني مثلا هقول لك مثال يعني مثلا شركة ايودا سيتي كابتل انا فيها فالشركة بصراحة يعني انا معجب بيها جدا فلما رسلتهم انا طبعا معاي حساب واحد خطة ان انا خلال سنة ان شاء الله اصل الى الربعمائة وتمانين الف دولار تمام فانت هتحصل كل ما تعمل عشرة بالمئة تمانية واربعين الف دولار هتحصل على خمسين بالمئة اللي هما اربعة واربعين الف دولار فانا بالنسبة لي طيب ما نعمل حسابين تلاتة انت فاهم الفكرة انا انا عايز اعمل اربع شهور في ست شهور يا سيدي اعمل عشرة بالمئة فعشرة بالمئة لما اعملهم واحصل على تمانية واربعين الف دولار فاحصل على الخمسين بالمئة الخاصة فيكونوا 24000 دولار طيب انا لو معايا عشر حسابات بص الفكرة لو انا معايا عشر حسابات في ايودا سيتي كابتل هيبقوا متين واربعين الف دولار طيب انا بدفع كام انا بدفع 99 باوند كل شهر بتحسب انت التكلفة يعني لمدة سنة يعني افهمك حاجة انا مثلا في ايودا سيتي كابتل دفعت كام انت الاول بتدفع اهو انا مش شايف اي اه 99 اه 199 اه 199 و 99 يعني حوالي 298 باوند تمام ده كل اللي انت دفعته في المرة الاولى للشراك المرة الاولى بتدفع 298 باوند فانت بتحسب ايه بتحسب ها بتقول والله انا هستمر لمدة عام تمام انا دفعت مثلا 99 باوند او خليها 100 باوند لصولة الحساب في 12 يبقى 1200 باوند زائد 300 باوند يبقى 1500 باوند تمام 1500 باوند هنقول معدل مثلا 2000 دولار معدل 2000 دولار خليها مثلا 2000 دولار طيب انا دفعت 2000 دولار نحسبها بالدولار انا دفعت 2000 دولار في سنة كاملة طيب ايه اللي حصلت عليه انا دلوقتي عندي كم مرحلة مرحلة اثنين تلاتة اربعة خمسة ست المرحلة دي مرحلة دي 3000 المرحلة دي 6000 12000 24000 تمام فانا مجرد اللي انا عملت التارجت اللي هو الست دولار ده زي الفل ليه انت 24 و 12 انت بتتكلم في كام 30 36 يبقى كام 36 36 و اه 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 واحد واحد هنا 24000 تمام انا حصلت على 24000 وهنا 12000 تمام يبقى 36 36 هنا 12000 اه 36 و 6 6 و 6 42 42 43 45 45 46 500 46 500 47 250 47 150 تمام انا حسب ده يبقى انا هحصل على عائد 47 250 تمام دفعت ايه دفعت 2000 دولار يا سيدي خليها لو انت بقى تاجر يعني بتعمل المرحلة بالعافية خليها عامين مش هقولك بقى عام خليها عامين هتدفع 4000 دولار فلما ادفع 4000 دولار ويكون العائد 47 250 ده امر ممتاز ده انا كمان تاجر ايه ده انا تاجر فاشل انا عملت المراحل ديت في عامين مش عملتها بقى كل شهر بنهي المرحلة لا ده انا في عامين يعني 24 شهر يعني حاجة غير طبيعية فانت بتحسب تحسب كده انت لما تيجي تحسب فتحسب كده فانت لما تيجي تحسب ها تقول الله طيب انا لو عملت حسابات انا بقى 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 انا لو عملت حسابات لزوجتي وابنائي فعملت عشر حسابات في ودا سيتي كابتل طيب شركة شركة محترمة ووا ربعمية وسبعين الف دولار زي الف زي الف شركة واحدة تمام شركة واحدة زات مصداقية عالية قدرت اللي انا اعمل منها حوالي نصف مليون دولار متخيل وشغال ايه انا شغال العشرة بالمئة انت بتتكلم اربعة وعشرين اربعة وعشرين يعني انا بعمل عشرة بالمئة كل اربع شهور بعمل عشرة بالمئة يعني اتنين ونص بالمئة كل شهر مش بكلمك في حاجة تعجزية خالص فهم الموضوع انا بكلمك ان انت راجل بتعمل عشرة بالمئة كل اربع شهور في اجمل من كده في خطة اسهل من كده اه لا احد يجري ورائك تفضل يا بيه تفضل اعمل الكلام ده بس هتلاقي نفسك في نهاية العامين بس هي دي الفكرة اللي انت لازم العشر طبعا الحسابات يكونوا باستراتيجيات مختلفة يعني مش هينفع وإلا هتتكشف فهم لازم بقى يعني زوجتك ابنائك اه مثلا اقاربك اه اصدقائك فهو ده اللي انا عاوز اعمله بقى مع فريق العمل اللي احنا نعمل اكوينتات كتير انا معايا عشرة فهم انا معايا عشر افراد الشركة دي لا متاح ليه غير حساب واحد شخصي الله طبعا انا لو عملت عشر حسابات لو قدرت تعمل خمسين حساب فهم الفكرة هيبقى الامر جيد للغاية وتقدر بقى تنوع في ادارة الصفقات يعني ممكن الاستراتيجيات تكون واحدة لكن تزبط ادارة الصفقات فيبان لهم ان الحكاية مختلفة فالامر فعلا جيد لغاية طيب نرجع لصاحبنا اللي هو تريدر سيد هي دي الافكار يعني هو فكرته بصراحة فكرته فكرة جيدة بيضمن لك ان انت هتدخل مع FTMU بس باب خلفي يعني عن طريقه تمام وهو هيفضل بقى يربح منك عشرة من المائة دي ده وجه الاستفادة لكن انا بصراحة فانا بصراحة بحسبها بمنطق تاني يعني ايه يعني اقول لو انا اقدر اكتاز تقييم FTMU او تقييمات المختلفة لشركات التمويل ونعمل للناس ليه فيامي الفكرة اعمل للناس ليه ده انا اجيب حسابات كده للاصدقاء يعني اصدقاء مختلفة واقول له تعالى انا عايز منك جواز الصفر عايز حساب بنكي ده عشرة في المائة ليه اجيالك كده انت فاهم واشتغل انا اخد انا تسعين بالمائة انا ليه اشتغل واعمل حسابات للناس واحصل منهم على عشرة بالمائة لا ده انا اجيب ناس كده ملهاش حتى في الفوركس ولا تعرف حاجة عن الفوركس بحسابات مجرد جواز صفر وكشف حساب بنكي واسجله في FTM او اسجله في مختلف الشركات ويكون معايا بقى 200 حساب 300 حساب دي الفكرة بصراحة الخاصة بليه انا راجل بسعى ان انا مثلا خلال عامين يكون معايا 200 مليون دولار 500 مليون دولار مليار دولار ايه المشكلة تمام طالما انت راسم الطريق صح اشتغل تمام ده اعطيه مثلا من 4 10 بالمئة حاجة جاية له كده هو ولا يعرف ايه جاية ازاي ولا اي حاجة فهي دي الفكرة اللي عندي يعني ان شاء الله نعمل ها للأصدقاء ان احنا ناخد منهم جوازات السفر ونعمل المشروع القوي ده ان شاء الله عن طريق فريق العمل فانا بقولك فريق العمل بيفتح لك حاجات كتيرة جدا بيخليك تفكر افكار بحيس اللي انت عايز تزود في حاجة شغالة بشكل جيد فانت عايز تستفيد اكبر استفادة ما هو انا مثلا شركة ايودا سيتي كابتل زي ما قلتلك هو حساب واحد طب انا لما اوصل لربعمائة وثمانين الف وبعدين تمام انا عايز اعمل طلنت هي اقصى حاجة عندك تلتمائة الف فاهم للشخص هو اقصى حاجة حساب واحد بتلتمائة الف فدي هتمثلك مشكلة فيما بعد يعني اه ربنا كرمك وبتسحب منهم عشر تلاف دولار وعشرين الف دولار لكن ايه المانع ان انت تعمل عشر حسابات وعشرين حساب طالما وصقت ان هزي الشركة شركة جيدة بحيس ان انت بدل ما يكون معاك حساب بتلتمائة الف لا انا معايا حساب بستة مليون حسابات متعددة بستة مليون حسابات متعددة في الشركة دي بستة مليون والشركة الاخرى بتلتة مليون والشركة السالسة بخمسة مليون وهكذا تمام واشتغل اصلهية هو الشغل واحد فهم الفكر يعني هي الصفقات هي صفقات واحدة يعني لو هتشتغل مثلا على ست استراتيجات عشر استراتيجات فهتلع لك طرق إدارة رأس مال والأرقام شبه واحدة تمام يعني أرقام هتكون متقاربة وانت خلاص فهمت العمل فبدل ما تشتغل على شركة واحدة بثلتمائة الف تشتغل بستة مليون اشتغل بعشرة مليون فهم الفكرة حاول تطبق مش درور انت بعد بعد كده هنتشدد يعني احنا في الاول بنعمل فريق العمل لكن بعد كده هنتشدد في قبول فريق العمل ليه احنا بنتوسع فلما تيجي تتوسع مش هتقدر تقبل اي حد لأ لازم تقبل حد يكون عنده خبرة معينة يكون اخد معك دورة يكون اشترا كتاب فاهم في التحليل الرقم انا الفريق كله انا عاوز هو منسجم عايز فريق منسجم يعني مش عايز واحد بيتحدث بلغة والتاني بيتكلم بلغة تانية يعني انا لو معايا واحد في فريق العمل واحد بيتكلم تحليل فني واحنا كلنا بنتكلم تحليل الرقم الرجل ده هوقعني الرجل ده هوقعني ليه انا بقول على حاجات هو مش مصدق هو مش مؤمن بيها تمام فلا انا انا بقول من الاول كده كل اللي داخل معايا في الفريق يا جماعة احنا بنشتغل تحليل رقمي اثبت نجاحه اه اثبت نجاحه تمام نعمل ادارة صفقات ونشتغل وزي ما قلتلك في افقار كتيرة جدا ممكن نعملها ان شاء الله مع بعض بحيث اللي احنا ننمي هذا الامر وانا قلتلك من ضمن الافقار ان احنا ممكن ندير حسابات تمام بهذا الشكل تمام في شركات التمويل ندير حسابات دي اول حاجة وتاني حاجة ان احنا ممكن نكتاز للتقييمات للاصدقاء بدون مقابل تمام هو يدفع المقابل بعد اجتياز التقييم يعني شوف الثقة بعد اجتياز التقييم يقول لك نقول له والله ايدي الحساب عاوز تكمل معانا طب احنا بنحصل على ارباح كذا طبعا هتكون نقطة جيدة جدا طبعا تقدر تعمل بعد كده موقع ممكن تعمل حاجات كثيرة هتنتشر فان شاء الله يعني احنا بنعرض لحضراتكم الافقار المتميزة حول العالم وان شاء الله خير على تواصل عبر التليجرام والاميل وفريق العمل مفتوح سواء الفريق العمل الكبير او المصغر حتى 24 سبعة ان شاء الله علشان نقدر نبتدي مع بعض 28 سبعة في الدورة الكبيرة وطبعا الفريق العمل المصغر انه نعطيهم التلات استراتيجيات ونبدأ ان شاء الله العمل وإدارة الصفقات ان شاء الله يكون الامر ممتع ليس مجرد الربح ان شاء الله يكون الامر ممتع شكرا جزيلا وعلى تواصل